اشتركوا في القناة من بينهم مناضلي ومناضلات المكتب التنفيذي لحزب الحركة الوطنية للانقذ وقد رحب مواثلهم بهذه البعثة معربين عن شكرهم التام لمشيري جات إدريس ديبيتنو لتعينه ابنتهم رحمة في التشكيلة الوزارية الاخيرة رسالة الوزيرة الى ابناء مسقة رأسها اوصلتها رئيسة الوفد فاطمة مياني حيث شرحت فيها للجميع اهمية مراجعة السجل الانتخابي ودعت الشباب والنساء الى القيام بذلك فرحة عارمة اشتهت ايضا ابناء مركز اداري يووي الذين خرجوا عن بكرة ابيهم للاستماع الى رسالة الوفد في جو سادته هذه الرقاصات التقليدية وقد اشرف على المناسبة رسميا رئيس المركز الاداري محمد حكي بشير بحضور اشيق التقليدين وعيان المنطقة هذو تمحورت جميع مدخلاتهم حول اهمية الحصول على البطاقة البيومترية والدور الذي تلعبه اثنى الانتخابات المهطة التالية للوفد كانت مركز اداري مولفدي التابع لمقاطعة مونيلي هنا ايضا عقدة البيئثة لقاء حاشدا بمشاركة جميع المعنين ولم تختلف الرسالة فيه عن ما سبق الا باختلاف الزمان والمكان نتيجة لمضمونها الذي دار اهول اهمية مراجعة السجل الانتخابي في مدينة فيانغا حضرت المقاطعة اجتمعت البيئثة بعضوات الجمعيات والتجمعات النسائية والى جانب رسالتها الخاصة بمراجعة السجل الانتخابي دعت فاطمة ما يعني الجميع الى احترام القرارات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروسي كورونا ارادت ان تقدم مشاركتها ودعمها لمساندة سياسة الحملة التواوية والارشادية التي اتخذتها السلطات الالية بالبلاد لاخبار وحس المواطنين بأحمية التسجيل ومراجعة السجل الانتخابي وبصفتها تعد كواهد من ابرز الشخصيات وبنات هذه المنطقة الوزير السابق استصال دمان وصلت الى بلدية بطلفيلة التابع اداريا لمقاطعة هراز البيار بولاية حجر لميزة بحدث تغديم مساهماتها في هذا الشأن وقالت ان هذه الاجرات الانتخابية يمكن وصفها بالمهمة النقطة الاولاني ده بكون التسجيل اذا كان واحد ما سجل نفسه يعني ما ممكن ان باكت تقول تمشي على الانتخابات ما ممكن عشان بنتقوا فرصة يعني تقوى حقوق عشان ان باكت تمشي للانتخابات حاول وبجهد اكبر الامين التنفيذ للحركة الوطنية للانقاذ لمقاطعة هراز البيار صال محمد ادم ان يكرر نفس الرسالة المتعلقة بمراجعة السجل الانتخابي فيهن يمكن القول ان عملية تكرار رسائل الدعاية السياسية تعد من الطرق الناجهة لتوصيل رسالة ما الى عاداد هائلة من المواطنين اثناء تواجدها بولاية بوركو قامت النائب البرلمانية منصورة هامد نوري باعتبارها اضو المكتب السياسي للحركة الوطنية للانقاذ لمقاتعة كوباء لنغا قامت بجولات تفقدية الى مكاتب الاحصاء الانتخابي وذلك في اطار دعم عملية مراجعة السجل الانتخابي بغية التعرف عن قرب عن الصعوبات التي تواجه مال الاحصاء على مستوى الولاية من جهته نائب الرئيس الفرعي لللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة موسى همشي سوغومي قدم شرحا مفصلا حول سير عملية مراجعة السجل كما قدم الشقرة والارفان الى رئيسة بئسة الحركة الوطنية للانقاذ الى ولاية برقو منصورة هامد نوري الى وقوفها وتضامنها مع اللجنة الانتخابية الفرعية بولاية برقو من جهتها رئيسة البيعسة منصورة هامد نوري اشارت الى اهمية هذه الاملية في المراهل الانتخابية التي ستشهدها البلاد هذا وكما اقدت النائب البرلمانية لقاءات عمل بهدف طوئية المواطنين حول اهمية التسجيل في القوائم الانتخابية من اجل الاستعداد الامسل للاستحقاقات القادمة التشريعية والبلدية والرئاسية خلي ميليتا هنانا خلي يقوموا يمشوا يسجلوا نفسهم يلقوا كارت شان يوكد الوقت دا يواصلونا في المرحلة هم ما مقصروا اما بواصلونا في المرحلة الاول كل اننا كزبنا وميليتا هندا كارت ما يقول انا ميليتا واس وما اندا كارت يواما ندورو الانتخابات دا ما اندا كارت شاندا نقولو خلينا برسانسي اننا حزبنا اندنا حدف ودور نواصل شوخل ميليتا هندا كارت دا مهم وانينا انجمان اندا نقولو انجمان غانا 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 سا دير مشتريكين مستفقين شانو صولو في المرحلة يعتوكول بستفيد ما شوخل كباس خلاز شولاناناز ونطابو كنا لانينا دا ما شاندا نو دورو ميليتا هنانا دا خلينا كارت شاندا يوم لكارت دا كارانينا كومنس كولو بغونو يهواليواشيو ما إيواليواشيو واجب في وجوه هنال سياسة نمرقو نواصف كدر وجودنا اننا قاعدين دا كما إلا بالكارت اللجنة الانتقابية اللا وطنية اللا هرة سيني كان بدعت من يوماهد اكتوبر الفين وعشرين العمليات هنالمراجعة في الدفدر هنالانتقابات عشان دا الحزيب هنالحركة اللا اطار الهركة الشعبية من اجل التضامن ويدا الجمحورية كابسير بقول هو راضي بالطام بالامليات ديه عشان دا بطلب من كل اللا تشادين الامرهم تم تمنتاشر سنة وكان اول ما قدروا سجلوا في القائمة قل يسجلوا بأسرع وكيد ممكن ونطلب لتاني مرة من كل مناضلين القادين في داخل الاراضي الوطنية عشان دا قل يسجلوا اسماهم لانا قلقوا الكرتهن تالانتقابات دا تسمح لهم عشان يقدروا يعني ينتقبوا النادم البدورو في وقت الفوت حاليا الهكومة بتان كله قالت تنظم يوم تسا وعشرين الجاي اكتوبر الفين وعشرين تنظم فوروم وطني شامل عشان دا قلنا عنينا في الهزيب نشاركو في الفوروم دا عشان نورو لاندنا ومصاهمتنا عشان نقدروا نجوبوا يعني تعديلات والشيء المهم الواجب يكون لوطننا شاد من اجل المستقبل والتقدم هنا البلد الهزيب كابسير هي دائما محتمة بالسلام الاجتماعي والسلام والتضامن هنا الشادين تطلو منهم قل يكونوا متضامنين موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وخلال لقائها مع عضاء الحركة الوطنية للانقاذ شجعتهم سعدين ميدي هنغتا على مواصلة التوعية حتى انتهاء الفترة الزمنية المحددة للإحصاء وفي ذات السياق عقدت عضو المكتب السياسي لقاء مع شيوخ التقليديين ووجهاء مقاطعة مرشا ولشدتهم بضرورة توجيه مواطنيهم إلى التوجيه نحو مراكز الإحصاء المنتشرة في المنطقة وأن التسجيل وأخذ بطاقة الناخب كفيل بتقوية مطالب أهل المنطقة التي تنادي بالتنمية في الدعوم يعطي للنطقة المنطقة التي تحطيủ حسب الإحصال مرالي الشيوخ التقليديون وعيان المنطقة من جهتهم ابدوا تعاونهم مع لجنة الانتخابات وفرقها المنتشرة لمهمة الاحصاء وسيتم توجيه من لم يتم تسجيلهم الى المراكز خلال المدة المتبقية والتي تنتهي عند العشرين من اكتوبر للجاري اول ما انتقبوا في الورد كونابل رسال سمانة دميل 15 وقت داك وادين ما تم امورنا 18 سنة واسا وادين لغو وفنس الوادين حولو وادين خطرو وفنس ماتو واني نشمنا كيكول شغولا الرسال سمانة دا قلين نجفو ما سيني اسكي مواتين تشادين كلو ينتقبو واصلا من اشتراك في تنسي المنزل ترجمة نانسي قنقر موسيقى